زيارة متوقعة للمفوض الأوروبي للرباط مطلع فبراير القادم وسيلتقي أولفير المفوض الأوروبية خلال زيارته للعاصمة الرباط ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وتأتي الزيارة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الذي أشاد من الرباط بالدور المهم للمغرب فيما يتعلق بالسلام والاستقرار في المنطقة زيارة يعتبرها كثيرون أنها ذات أهمية في ظرفية توثرت بها العلاقة بين الرباط وبيروكسيل بعد قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب حول حرية التعبير والصحافة وهو ما اعتبرته الرباط تدخل في شؤونها الداخلية كما لقي القرار رفضا لعدد من الدول والمنظمات باعتباره تدخل في استقلالية القضاء المغربي كما تسربت معلومات عن وجود لوبي بالبرلمان الأوروبي وشبهات رشاوي مما عجل بفتح تحقيق في شأنه لما تعلن نتائجه وقائع متسارعة وكانت محط تخوف من وصول مد اليمين المتطرف للبرلمان الأوروبي وذي رفع من وثيرة مهاجمته للمهاجرين المكون الرئيسي للبلدان الأوروبية كما ارتفعت في عهد هؤلاء موجة العداء ضد المهاجرين والدين الإسلامي بعد واقعة أحراق القرآن الكريم وهو ما لقي رفض من المملكة المغربية التي تدعو سياستها الدينية للتعايش والتسامح وهو نفس الموقف عبرت عنه جلن الدول الإسلامية التي رفضت هذه الموجة العدائية من اليمين المتطرفة بأوروبا